من دبي دانة الدنيا وتحديدا من مطعم كباب الراشدية في منطقة الراشدية الموقع هذه محطة مترو الراشدية أو المواقف مواقف محطة البدرو خلف المحطة خلف المواقف كباب الراشدية اكتب في جوجل ماب كباب الراشدية وحياكم مع الكباب الإيراني الأصلي كباب والتكة وكل أنواع الأكل الإيراني الأصلي تلقاه نيه وبأسعار خطيرة جدا الاش خدموني ليفوتكم شي خطير ومن الاخر الوجبات الجميلة عندهم خبز الرقاق طبعا خبز الرقاق بالمهياوة بالجبن بالبيض بالجبن وعسل كذا شبس عمان وين شبس عمان عندك موجودة نعم شبس عمان موجود بيض موجود كل شي اللي تبغي يسوون لكم يا بس طلبوا قبل عشان يبغي له وقت لان خبز يبغي له وقت لازم طازج تاخذونه حار هذي بالبيض طبعا حط عليها شبس عمان واحد بعد طبعا شبس عمان ضروري يكون معاهم ودلع نفسك وشو في بعد دقوسة يا السلام اهم شي الدقوس اهم شي الدقوس روح الارض الرهيب في مطعم كباب الراشدية هذي تكفي اسر كاملة عشرين سيخ تخيل عشرين سيخ كيلو عشرين سيخ معاها السيرفز اثنينة الروب السيرفز اربعة روب اربعة معاها الخبز طبعا اربعة خمسة كياس شو فيها المكونات دجاج حامض بالليمون وعدنا دجاج بالزعفران هذا وعدنا دجاج بالروب ولحم بالروب وعدنا لحم بالليمون الاخير هذا وعدنا لحم كباب لحم وكباب وجبة دسمة ورهيبة وطيبة سعر الوجبة هذه من الحين لغاية نهاية الشهر بمية درهم بس مية درهم بس سعر رهيب وطعم أكثر من رهيب بعد جربوا بس عن أكثر خدماتهم توصيل توصيل وجباتهم عندهم أيضا طلبات موجودة في منطقة الراشدية يوصلون لجميع المناطق طعم كباب الراشدية طبعا هالترتيبات هذه كلها من وراها يايبينة خصيص الشيف مصطفى يايبينة من إيران خصيص مصطفى فلامرزي ريال معروف جدا جدا في إيران يايبينة خصيص لمطعم كباب الراشدية الأكل عنده خطير جدا جدا هذه الوجبة الرهيبة والطعم الغريب الدجاج تكة خاص هذه زنجبيل وليمون وفيها زعتر رهيبة جدا لا تفوتكم جربوها طبعا هذه الوجبة معها الروب معها السيرفس ومعها الخبز بخمس وعشرين درهم بس تبغي عيش سواء بالرمان أو عيش بالزعفران تضيف خمس درهم بس يعني صح أن العيش بخمس درهم بس السعر مغري جدا أيضا تكة لحم بالليمون طعم خطير جدا وتخيلوا السعركم مع الخبز والسيرفس كامل بثمانية وعشرين درهم بس وضيف عليهم عيش أي نوع عيش تبه خمس درهم بس أيضا من إبداعات الشيف مصطفى كباب اللحم الخطير جدا مع السيرفس كامل بخمس وعشرين ضيف صح أن عيش يطلع لك بثلاثين درهم تكة بالزعفران واضح من النوع الأصفر تكة بالزعفران مع الخبز والسيرفس كامل بكم؟ خمس وعشرين درهم أيضا وضيف عليهم أي صح أن عيش خمس درهم واستمتع بالطعم الرهيب أيضا وجبة كباب دجاج كباب دجاج بالسيرفس وكامل كل الشغلات هذه بخمس وعشرين أيضا وضيف عليهم صح أن عيش بثلاثين درهم بس مستحيل يكون مطعم إيراني ما في تكة بالروب تكة لحم بالروب؟ لا لازم يكون موجود والطعم رهيب جدا مع الخبز والسيرفس كامل ثمانية وعشرين درهم تبغي بالعيش؟ ضيف بس خمس درهم وستمتع إبداعات الشيف مصطفى فلامرزي الآش الإيراني الأصلي يعني تاكل آش خطير جدا مع الليمونة وجبة كاملة متكاملة تخيل هذي بكم؟ بثمان درهم بس هذه دعوة سواء كد مواطن ولا وافد ولا أيحد يشوف الفيديو تعالوا بس جربوا هذا الآش صدقني بتدمن عليه شي خرافي مطعم كباب الراشدية عندهم خدمة ممتازة جدا من تحت أيدي الشيف مصطفى فلامرزي خلطات الكباب الرهيب الإيراني الأصيلة بالروب تبغيها بالزعفران بالزنجبيل بالنعناع بكل خلطة تبغيها 12 سيخ حق سهراتكم وقعداتكم والرحلات البرية والبحرية هذا الطقم هذا الكرتون كامل مغلف يجيك نظيف ومرتب 12 سيخي كفي ثلاثة أشخاص 70 درهم بس تبغيه مع السيرفس مع الخبز والروب والصلطة ضيف عليها 20 درهم يعني الكرتونين مع بعض بكم؟ ب90 درهم بس ويا بلاش تاكل طعم الكباب الإيراني الأصيل ترجمة نانسي قنقر